لم يكتفي كورونا بمحاصرة أرواح العراقيين التي تتعكز على بقايا إجسادهم المرهقة بل أخذ يحاصر قوتهم ويلتف حول مقدراتهم التي بقي منها القليل بعد أن هبتها الأحزاب طيلة السنوات الماضية ليكمل مسيرة ساسة البلاد في قتل آخر أمل للعراقيين في العيش الكريم واضعا إياهم بين خيارين كلاهما مر فالأزمة الصحية وتهالك البنية التحتية من أمامهم والتدهور الاقتصادي عجز الموازنة والضائقة المالية من ورائهم الضائقة المالية على الأبواب بعجز موازنة يفوق 45 مليار دولار بعد تهاوي أسعار النفط عالميا إلى أقل من 25 دولار للبرميل جراء تفشي فيروس كورونا والركود الاقتصادي الذي تبع ذلك ليقف العراق على أعتاب الاقتراض الخارجي لكن بندا جديدا أضيف إلى مصودة قانون الموازنة لعام 2020 يمنع الحكومة من الاقتراض أغلق أي احتمال لترقيع الكارثة المتوقعة مسؤولون كشفوا أن البنك الدولي رفض مناقشة أي قرض للعراق حاليا نتيجة القرارات الحكومية الخاطئة التي سببت عجزا ماليا غير مسبوق كان منها أكثر من ربع مليون وظيفة تفوق مخصصاتها الحاجة الفعلية ما يعني أن الحكومة ستتجه نحو التكشف وحتى إن وافق البنك الدولي على إقراض الحكومة فستكون لذلك أعباء كبيرة على جيلين قادمين بما تحمله من فوائد وتبعات أخرى كما يقول الخبراء في وقت تبلغ فيه ديون العراق الخارجية نحو 23 مليار دولار فضلا عن الديون المعلقة قبل عام 2003 والتي تصل إلى 40 مليار دولار والديون الداخلية التي تماثلها تسريبات أمريكية كشفت رفض البنك الدولي تلميحات عراقية حول الاقتراض بسبب اقتصاده المتهالك والسياسات الحكومية الخاطئة طيلة 16 عاما فضلا عن فقدانه لمصادر دخل إضافية غير النفط كالصناعة والسياحة والزراعة وعدم توفر شروط الإقراض والتي منها إصلاح هيكلي للاقتصاد وإصلاح سعر الدينار بينما كشف مسؤولون آخرون أن الحكومة تقدمت بطلب إلى البنك الدولي للحصول على منحة من الأموال المخصصة للدول الفقيرة لمواجهة وباء كورونا ولكن الطلب جوبها بالرفض باعتبار أن العراق ليس من ضمن الدول الفقيرة في العالم